التنمية القرائية من الصف الرابع الابتدائي أقرأ النص قراءة جهرية مع مراعاة نطق الكلمات التالية نطقا سليما تهبوا يأنسون الاستمتاح كواهد أقرأ التالي ولا أنطقوا ما لونا بالأحمر الرابع فصل يعتدل فيه الجو نلاحظ أن الألف لا ينطق وتهب أنسام الهواء العليلة فتزقزق العصافير وتجد البلابل هذا ألف وصل لا ينطق الرابع فصل يعتدل فيه الجو وتهب أنسام الهواء العليلة فتزقزق العصافير وتجد البلابل أقرأ الفقرة التالية مع تمثل المعنى وإذا كان الربيع جميلا فما أجمل أن يكون الإنسان في نفسه جميلا كالربيعي ألون الكلمة ومعناها بلون واحد معنى كلمة أناقة معنى كلمة أناقة حسن المنظر ألون هاتين الكلمتين بلون واحد أناقة حسن المنظر قاسفة شديدة مزهرة طلع زهرها أنسام رياح لطيفة تكتسي تلبس هموم أحزان نلون كل كلمتين بنفس اللون أستخرج من الفقرة الثانية التي تبدأ بكلمة الربيع وتنتهي عند الصدور عكس كلمة يستوحشون عكس كلمة يستوحشون يستأنسون يستأنسون أختار من هذه الفراخ الكلمات التي تفيد المعاني التالية الأرض الواسعة كثيرة العشب المروج خليقة الله من سماء وأرض ونبات وغيوم ورعد الطبيعة لباس من الصوف يرتديه الناس في الجو البارد المعاط الأراضي الرملية المنبسطة البراري أبحث في مهجم مدرسة الإبائي عن معنى كلمة كاهل هي المنطقة ما بين الكتفين أسفل العنق ما بين الكتفين أسفل العنق رحل فصل الشتاء ببرده القارس وأمطاره الغزيرة استعمل هذا التعبير مع بقية فصول السنة الخريف الربيع الصيف ما الذي يرحل مع رحيل كل فصل هنا سنقول رحل فصل الخريف برياحه وجفافه وسقوط أوراقه رحل فصل الربيع بجماله وتفتح أزهاره رحل فصل الصيف بحرارته وغفافه وجفافه أقرأ عنوان النص وأتأمل الصور المحيطة به ثم أعبر عما يوحياني به أقرأ عنوان الناس وأتأمل الصور المحيطة به ثم أعبر عما يوحياني به عنوان النص الربيع فصل الجمال والحياة طبعا السورة توضح الجمال في الربيع الحيوانات سعيدة والزهور متفتحة والخضرة والجمال هنا الأزهار الفراشات كل ذلك يكون من مظاهر فصل الربيع أضع كلمة صحيحة بدلا من الكلمة الملونة وأكتبها في المكان المخصص الربيع فصل يأتي بعد الخريف نغير كلمة الخريف بفصل الشتاء يسخن القو في الربيع نغير كلمة يسخن ونجعلها يعتدل يخرج الناس إلى المروج ذات الرمال الحمراء نغير المروج ونجعلها أضع دائرة حول الحيوانات التي وردت في النص الحمام النحل الفراشات الحمام النحل الفراشات هذه الثلاثة وردت في النص اعتمد النص على استخدام حواس السامع والشم والبصر في وصفه أكتب جملة من النص لكل حاسة حاسة السامع هنا كلمات فيها حاسة السامع عندما نقول تزقزق العصافير تجد البلابل تغرد الأطيار هذه حاسة السامع إذا أردنا حاسة بصر تكتسل أرض زينتها تتفتح الأزهار الجميلة حاسة الشم تعطر الجو برائحتها الذكية تعطر الجو برائحتها الذكية هذه حاسة الشم تتفتح الأزهار الجميلة هذه حاسة البصر تزقزق العصافير وتجد البلابل حاسة السامع إذن نقول قد استوفنا السامع والشم والبصر الشم الرائحة السمع تزقزق البصر تكتسل وتتفتح الأزهار أقرأ أسماء الأسؤات التالية وأتعرف على الجديد منها هديل خوار زكزقة مواء عند العصفور نضع كلمة هذه زكزقة زكزقة وعند الحمام هذه وعند البقرة خوار وعند القطة مواء كيف يكون الإنسان جميلا كالربيع يعامل الناس بحسن المعاملة والأخلاق الجميلة والكلام الطيب يمر العمر بأربع مراحل الطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة ماذا يمثل الربيع منها؟ يمثل الربيع الطفولة لأن الطفولة جميلة بريئة هكذا فصل الربيع جميل ومنزره تتفتح فيه الأزهار وطيور والفراشات مثل الأطفال الصغيرة يقول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها عدد بعض نعم الله علينا في فصل الربيع كلها تتفتح الأزهار الروائح الجميلة الفراشات الطيور المنظر الجميل أبحث عن بعض الأبيات التي تتحدث عن جمال الربيع وأضمنها في ملف تعليمي وهكذا نقول قد انتهينا من التنمية الكرائية لدرس الربيع فصل الجمال والحياة ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته